بسم الله الرحمن الرحيم هرب المقلوب الذي يستحيل معه الإصلاح شوف أستاذ أبراهيم المتأمل للشؤون الكرام نصرية النتائج لا يمكن تتناسب لا مع المكانة ولا مع الإمكانات ولا مع المواهب المتاحة إذن أين الخلل أولا وأخيرا وسبعا وثامثا وأولا ورتيبة زي ما أنت عايز يكمن في فلسفة إدارتنا للأمور الكروية وأنا أتكلم عن الإدارة ولا أتكلم عن الإدارة التنفيذية أتكلم على فلسفة الإدارة إحنا مش مرتبين أولويات وأهمية عناصر اللعبة الهرم مقلوب يعني الأهمية تأتي من أسفل يعني القمة ترتيب الأوليات في القمة الأهمية يعني بغى تكون هكذا قمة الهرم المؤسسات الرياضية وبعد المؤسسات الرياضية تأتي المكونات يعني عناصر اللعبة الإدارة الأجهزة الفنية ثم اللاعبون أو اللاعبين معرفت يأتي اللاعبون يأتي اللاعبون هذا بمساعدة ومن أجل بمساعدة دعم إعلامي دعم لوجستي دعم لائحي دعم قيمي دعم في النظام اللي يخلي الترتيب ده يمشي بقوته ده كل ده من أجل مين الجماهير ولكن ليس من خلال الجماهير أنا أعمل من أجلك ولكن الإدارة السليمة لا تدار من المدرجات كما قالت كابتن صالح سليم لأن المدرجات هتختلف ليها رؤى مختلفة مسؤولية الإدارة هي عندها معطياتها وعندها تراثها وعندها أسباب نجاح وعندها آلية محاسبة خصوصا خصوصا في النادي الآن عند آلية محاسبة وعندها كل حاجة هي بتشتغل من أجل الجمهور يعني في النهاية لا طائل من أي إدارة لا توسع الجماهير كل السعي بتاع الإدارات واجتهادها ونظامها من أجل إسعاد الجماهير إسعادها بالنتائج بالقرارات السليمة بالاحترام بدعم السلوك على حساب النتيجة قبل النتيجة فتكتشف أنها تأتي دائما بالحسنية النتائج والنظام دعم النظام ولكن ما نشهده الآن هو قمة الفوضى الكروية كل عناصر لعبة بره سيطرة وتبقى منتش عارف الحقيقة فين أنا بقول هذا الكلام أنا مش عايز أذكر أهو ده عشان مثلا فلان وفلان مش يمو المعذكر لا عشان الحقيقة مش عارفين نصلاحة إنت لا أنت عارف هم ارتكبوا إيه تحديدا فيش بيان وقضياتي متأخرا عشان يتراتب بعد ردود الأفعال لكن الكلام الصحيح في ساعتها عملوا واحد اثنين ثلاثة مقابل كده عملنا كذا هل هو إبعاد هل هو استبعاد من المنتخف هل هي هذه المباراة يبدل كل واحد يفسر زي ما عايز طيب هو اللعيب إمتى يتصرف ويشعر أنه من حقه يرفض تعليمات لما يشعر أنه هو أقو من الإدارة بتاعته لما يشعر أنه مش فرق مع الإدارة بتاعته لما يشعر أن الجمهور عنده لو أنا قلت له كلمتين حيدعمني لما يشعر أن الإعلام سوف ينقسم على مواقفي ها؟ هنا يأتي الخطر وأنه لا يتحدث ما هي ممكن جداً على فكرة اللعيبة تطلع في الآخر مظلومة وفي مبالغة في أنا أتحدث عن نظام ولذلك تجد معاناة الآلي دائماً في إيه أساس إبراهيم أنه عايز يمشي صح بفصة زي المعاناة والفوضى طلعته من طلعته من القرارات والإجراءات والرؤى وإنت عايز يمشي صح فتبصت ليه في مرمى سهام النقد بشكل مستمر دائماً اللي كان دعم النادي الآلي سخط جماهيره وأن الجمهير لا ترى إلا يعني مصلحتنا ديها ورؤية واحدة خلف إدارتنا ديها هل معنى كده الجمهير ما تختلفش لا تختلف إحنا بنختلف بنختلف وإحنا بنتفرج علماتش مع الكوتش بس بنختلف من وجهة نظرنا لكن في الآخر عندنا المعيار هو صاحب الحق صحيح أنا عايز أقول إيه ما ينفعش إن إحنا نبعشين هذه الحالة من الانقصام والاستقطاب في كل شيء إن ناس كل واحد يطلع يقولك عايزين مش عارف إيه ويطلع يردد ما فيش جديد إنت بتشوفه غير في الألفاظ لكن كل كل عناصر الاحتقان موجودة موجودة على شاشاته وموجودة على وسائل الإعلام المختلفة اللي أضيف إليها عامل في منتعة التأثير والقوة الفاعلية السوشيال ميديا عايزين لو دعمنا المبدأ لو دعمنا النظام كل ده حينضبط النظام بيقول إيه المؤسسة الأجهزة الإدارية المنفذة يعني مؤسسة بمجالس إدارة بتعمل سياسات السياسات ينفذها الأجهزة التنفيذة أجهزة التنفيذة ما تجيش ما فيش واحد من الإدارة العليا ينزل إلى مستوى التنفيذة مهما كان شأن ما تسميليش ده أصلي ده مش رفو ده لا ده هو إذا حل حلقة صلة عشان يأخذ القرارات في المجلس مش عشان يملي إملاءات للأجهزة التنفيذية وبالتالي تقدر تحاسي وتقدر تراقم وتقدر تعاقم وتقدر تجازي وتقدر تكافئ وتقدر يبقى اللعيب فاهم أنه مايلفيش كال فلان أنه ما يعملش اللي هو عايده وعارف أن فلان هيدفع عنه أنه ما يعملش حاجة عشان هو مستهدف يتم المبالغة فيها وعقابه بشكل مبالغ فيه فالناس بقى تقولك وبينفضوا ليه على المنتخبات ليه بينفضوا على المدرجات ليه الناس مش مطمئنة المناخ نفسه المناخ الناس مش متطمنا له عنصر الثقة مش متبادل لكن إحنا لو فيه شفافية في كل شيء ما تشتغل بشفافية يا سيدي يجيب الكتالوج قل للاتحاد الدولي بقاله عشرين سنة بقولك نفذ السلامة المالية أضبط الأداء كل واحد يعمل اللي عليه كل واحد يقول مصادره إيه كل واحد يشتغل على قد داخله كل واحد يحاسب بشكل واضح وشفاف الأجهزة تدعم طول ما هي بطبق أنظام لو خرجت عن أنظام تتحمل النقط ما فيش حد برا النقط ولكن من خلال الجمعيات العمومية اللي هي دي ما هو الجمعيات العمومية على فكرة خلي بالك هي في الآخر جماهير النهاردة جمعيات العمومية الأندقش الشعبية تحديدا وصلت لعشرات مئات الألوف أي فأنت بقت بقت رأي عام أنت يعني مش أنت بره الحساب يعني ولكن بتحاسب بالمعيار اللي الناس مش شايفاء قدم نفسك قدم تأريرك ورؤيتك وناس حزبك عليه أتمنى أن احنا نعدل الهرم وأن قمة الأولاد بتاعتنا تترتب صح وأن الإعلام يأخذ موقف واضح من كل القضايا انتماءاتنا ممكن لا يمكن تلغيها ولكن عليها أن تطور أمام المصلحة العامة